لأولادها لا يحب السلق يجربي هذه الضصفة لا يوجد شريحات الندمة يخرج بنين وهايل ويقومون دايما يقولون لك ديري هنا شوفوا كيف يخرج ولا أرضا هنا يوجد زجر ربطات للسلق وماذا هذا المكبار 1-3 أو 4 ربطات اغسلتهم ونقيتهم وحطيتهم في المقلح حتى وين يدبالوا عدي مورسو نص در الجج جبتهم الكانجيلاتور قطعتهم على راس صغير وورحيته وكي ترحوه يجيكم زاكي قطيت البصلة درت زج مغارج الزيت وقليت البصلة اللي كنت ترحيتها بيانسور وحطيت عليها هدك البولي اشي شوفوا كي ترحوه يجيكم زاكي خرم يتقطعوه مراس صغير بعد ما تقلوه كامل مليح ديروا لفلفل لكحل هنا عندي واحد ليزي بيست عشاور ما ديروه شوفوا فلفل اكري طوماتيش كبيرة طوماتيش مصبرة إذا ما عندكم ليزي بيست عشاور ما مش مشكل ديروا ليزي بيست اللي حبيته ديروا دوك الملح الملح هدك البولي اشي ولا الفيوند اشي ما تتكربا عنه نزيد لها هنا شوية تع الماء وهدك الزعيط راكي تديروها واحد البنة تمدلكم الله يبارك ونخطون كنشتو هدك اللي بسلق هده قراهو يدبال عندي نصف فنجل تاع تاي تاع الزيت وفنجل تاي تاع الحليب زوج بيضات تلت مغارف فارينا نديرهم كامل في الغيساب يوم البيض الزيت والحليب وتلت مغارف تاع الفارينا ونزيد شوية على الوجه شوفوا هده مغارفة كبيرة ندير على راس المغارفة نخلط كامل المليح ونطفدونا نحيط للسلق التاعي ويلازم يكون بارد شوية هكذاك باش البيض ما يطيبناش مع السلق هده وندير غير شوية في فلك هل الملح هادرو على المح بسكو لافخص في هالملح وحين ديروا الفرماج ليكون مالح والسلق ديجا أصله يكون مالح هلو قديرو شوية انا فهذاك ملح هنا في الاصل اللي وصفه كتها غولي كي ما ندحت ليش قلبتها قغاتا جا واحد القغاتا هاي اللي رائع انا مندحت في هاد الغولي هاده نومال مخصني البيض واقيله فسو هنعاودو حتى ونندح في هادك الغولي ونشاركوه معاكم هنا درت كامل هادك السلق في البلاتو درت فيها فرماج غابي وهذاك اللافخص هادي خليت فيها شوية مريقة هقدر بشتحبك اللي كامل في هادك السلق و تمت مدل بالناتاو انا من بعد من الفوق واحد الصون جرام تعال فرماج غابيتو درتو من الفوق وندخلو للكوشا يا ربي واحد سامينو تمل تحت وسامينو تمل فوق والقراتا يخرج ولا اروع سيوه ودعو لي بالخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة